بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عقد الياسمين تعيش عشرات النساء السعوديات في زنزانة سجن المعلقات وهو سجن نفسي يجعلها في حالة اللا زوجة واللا مطلقة وهناك بعض الدراسات تشير إلى ارتفاع نسبة المعلقات من خلال القضايا المرفوعة من النساء الراغبات في الطلاق من أزواجهن لأنهن يعشن فعلا انفصالا نفسيا وجنسيا وماديا عنهم ولن يستطعن الخروج من هذه الحالة التي تهددهن بأن يعشن بقية حياتهن في هذا السجن الذي لا تحيطه أسوار ولا سجانين ولا حراس لأن الزوج وحده هو الذي يملك كلمة السر التي تغلق أبوابه على الزوجة داخله من خلال تهربه من تطليقها إذن مشاهدين الكرام في كل مكان سنتحدث اليوم عن المعلقات ورحب بضيفة البرنامج الدائمة أستاذ الدراسات الإسلامية والأخصائية الاجتماعية الأستاذ اعتدال إدريس حياك الله أستاذ اعتدال يا أهلا أستاذنا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا أستاذ اعتدال إحنا بنقول حنتكلم عن المعلقات اللي هما ما بين التطليق وما بين الحياة العادية ما بين الحياة الزوجية منهم موقع إيش تعريفهم إيش أثار إيش بمعاناتهم يعني مساكين حتى من الناحية القانونية حننعرف كيف ممكن يتعامل معهم القانون وكيف ممكن يتعامل مع زوجها المعلق وإيش ممكن نوجه للرجال يعني في هذا النقطة هذه مشكلة رجال يعني أغلبها مشكلة رجال هي لو تقدر توجه للرجال اللي يكون بيعلق أساسا يعني ما يكون عنده لا ذمة ولا ضمية فنحن نوجه للنساء كيف أنها تقدر تنفك من هذا السجين جميل ممتاز طيب نبدأ بداية أول مرة توضيح صفة المرأة المعلقة أيوة هو أول شيء قبل ما نتكلم عن صفة المرأة المعلقة عن هذا نبغي نعرف أنه إيش الزواج يقوم على إيش الزواج يقوم على المودة والسكن والرحمة جميل دي الثلاثة المحاور اللي يقوم عليها أي زواج ربنا سبحانه وتعالى شرعوا هذا والزواج أساسا جعل لأيه هو حل كل الرجل للمرأة والاستمتاع بكل منهم يعني كل واحد يحل التاني ممتاز يقوم على أساس السكن مودة رحمة إذا فقدت أحد هذه الأمور يصير خلل في البيت يصير فيه خلل فيبدأ يصير إما نشوز من الزوج أو نشوز من الزوجة فتبدأ العشرة أو قد تحدث مشاكل تبدأ العشرة تستحيل بينهم الإسلام جعل حل في ذلك وهو الطلاق طيب ما معنى كلمة الطلاق الطلاق هو رفع قيد النكاح إما باختيار الزوج أو قد يتم من قبل المرأة وهو ما نسميه بالخلع جميل هذا إذن رفع قيد النكاح قيد إلا هو العلاقة التي تمت بين المرأة والرجل وكانت علاقة شرعية طيب هنا الآن انقطعت بسبب أنه أختل ركم من هذه الأركان السكن مودة رحمة قبل كده كان يعني هو أساسا آيات الطلاق نزلت كيف كان الطلاق موجود في العصر الجاهلي قبل الإسلام كانت موجودة الطلاق الطلاق نعم وكانت هناك عدة موجودة قبل أن ينزل حكم الطلاق في سورة البقرة إلى أنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد كم سنة في مكة عشر سنين في مكة طلعت عشر سنة في مكة وعشر سنين في المدينة الطلعت عشر سنة دي ما نزل فيها حكم الطلاق فكانوا الناس يطلقوا وتزوجوا وتجلسوا العدة حقتها لما في المدينة حصلت حادثة وما هي هذه الحادثة كان هناك رجل من الصحابة عنده زوجته فما يبغاها فإيش ساري سوي يطلقها لما تقرب عدتها على النهاية يقوم يرجعها وبعد كده يرجع يطلقها مرة تعالية فكان يقول لها والله لا أويك إلي ولا أطلقك يعني ما سأخليك عندي ولا سأطلقك تتزوجي غير فذهبت واشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم فرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده حكم ما يقدر يعطي شر إذا ما أوحي لي أي جميل فنزلت الآيات الطلاق مرتان فإمساقهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان إذن في الإحسان في العشرة بالمعروف تسريح بإحسان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا تمسكها تمسكها طيب أو تسرحها تسريح تسرحون 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 جميلة اللي حاصل الآن في وقتنا الحالي نتيجة بعض الأحيان إلى المفهوم عدم الفهم الصحيح للحياة الزوجية شوف المعلقات في عندنا قسمين قسم تعتبر معلقة نتيجة لعدم فهمها للحياة الزوجية وعدم تقديرها له في تكون مثلا والله دار رجل ما عنده المادة اللي تديني ما أبغى دار رجال يعني الفهم الخاطئ للحياة الزوجية فتبدأ تطلب الطلاق دلع يعني دلع نعم طب ممكن يكون مننا ما تحبوا مثلا غير في عندنا في عندنا الخلع أي ويقع الخلع لما جاءت إمرأة الثابت ابن قيس وقالت له يا رسول الله والله إني لا أعيب عليه لا في خلق ولا في دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها تردين عليه حديقته قالت نعم فقال لها ردت عليه حديقته وإيش اقبل حديقتك وطلقها فإذن هنا فيه بتحصل إنه ما بتحبه لكن بعض الأحيان العصر الحالي هذا صارت هادي كانت خايفة على نفسها الفتنة بعضهم لا والله شخصيته ما تعجبني والله ما عنده فلوس والله ما نعارفه والرجل يبغى يحافظ على بيته يكون طيب ما عنده شي ما عنده هذا بس هي كانت بتدلع ويفضل يماطل فيها عشان يبغاها ترجع لعقلها وتفوقه هادي وهي رافضة إلى تبتطلق هنا ما نتكلم عنها دولة جميل نحن ما نتكلم عن المعلقات دولة دولة ما نتكلم عنها نعم نتكلم عن المعلقات اللي هما فعلا تضرروا بسبب الحياة الزوجية قد يكون الرجل يسيء عشرتها قد يضربها قد يكون مدمن قد يكون متلفظ عليها بألفاظ سيئة قد يكون بخيل قد يكون فيه أمور كثيرة سيئة وتصبر المرأة وتصبر أو قد لا تستطيع أن تتقبل لكن بالعشرة وبالمعروف طلبت منه أن تنفصل عنه جميل طيب ليس أنه تدلع هذا فهو يرفض طلاقها طيب الدكتورة السادة الدالة في بعض الآباء يفضلوا أنه بنته تكون معلقة عن أنها تكون مطلقة وهذه النظرة الخاطئة وخوف المجتمع أنه يطلق عليها لقب مطلقة يعني الخوف كله من أنها تكون مطلقة نعم أنه يطلق عليها لقب مطلقة يقول لها لا خليكي ما عندنا بنات تطلقوا ويرجع ويرسلوها للرجال مرة تانية ويسومها أنواع العذاب وترجع مرة تانية ولأهلها يقول لها لا ما عندنا ألي لمن آخر شيء تلجأ للمحكمة تجد بعض الأحيان لمن تلجأ للمحكمة لطلب الطلاق أو لطلب الخلع الإجراءات الإدارية اللي بتحدث أو الإجراءات القضائية قد تطيل في معاناة هذه الإنسانة مما يسبب لها السجن نفسي وألم نفسي وقد يسبب قد ولا نبيح لها ذلك لكن التعليق اللي بتتعلقه قد يؤدي لانحراف المرأة هذه أثار أخرى أثار أخرى وقد يعاملها بالسوء ويضغط عليها بأبناءها يجعلها تتنازل عن كل ما تملك ومع ذلك يعلقها كل لي على أمل الإصلاح طيب ما نجل سألتها في ذلك هو إيش حكم وشرع لا يجوز ولا تضاروهن لتضيق عليهن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك طيب دكتور في قاعدة لا ضرر ولا ضرر طيب أنت ذكرت الآية ولا تضاروهن نعم فممكن تكون هي أصلا تعاملها سيئ معها نعم فأيجي هو يرد الكيل بالكيل ويسيبها كده يحطها عند أهلها وخلاص يسيبها شوف الإسلام ما نجعل فيه يعني معالجة نشوز المرأة طيب إيش حط معالجة نشوز المرأة ولا تتخافون نشوزهن فعضوهن وهجرهن في المضاجع وضربوهن طيب حط معالجة نشوز المرأة الوعظ وبعد كده الهجر في المضاجع الضرب لما انحطت الضرب قال له الضرب إذا لقيت أنه ما في فايدة في الضرب لا تضربها خلاص هي ما هي حياة بالإكراه ما هي معاملة بالمثل حتصير انتقام تنتقم منها معاملتها سيئة يا أخي ما تقدر تعيش معها طلقها خلاص ليش تنتقم منها تعرف من اللي يروحها الضحية في ده يروح فيها الضحية إذا في أولاد في النصب بينهم هيروحوا الضحية لا حيفهم أمهم أنه هي مظلومة ولا حيفهم الأب أنه هو ظالم ولا حيفهم أنه الأم هي لظلمة الأب وكانت سيئة في سيئة العشرة أو الأب هو المظلوم حيحقدوا على الاثنين حيطلع جيل عندك جيل الله يعلم بحاله حيكون مليء بالأمراض النفسية حيكون جيل أولاد حيطلعوا يتعاملوا مع زوجاتهم بنفس الصفة اللي أبوهم أتعامل معهم أو بنت يتعامل مع زوجها كأنها تنتقم لأمها من مجتمع الرجال ككل كيف نبغى من المجتمع بعد كده فين بنانا المجتمعات اللي بدت طريقة طيب سيدة عتدام عاش أنت ذكرت في وصة كلام الهجر هل في فترة معينة للهجر تعتبر بعدها معلقة الهجر هو قال له وهجروهن في المضاجع طيب مش تهجرها في البيت أيوة مش أنه يسيب البيت ويسيبها قاعد عن بيت أهلها ولا ما يزورها ولا شيء لا هو مطالب أنه ينفق عليها مطالب أنه يؤدي حقوقها ولكن يهجرها في المضجع ليش؟ لأنه يجرها في المضجع المرأة عندها أنوثتها يوم ما تحس أنه والله هي شايفة حالها على زوجها بأنوثتها ولما يعرض عنها فكأنه تحطيم للأنوثة حقتها وتحطيم للشيء اللي تعتز بالمرأة وهي الأنوثة والجمال لما يعرض عنها هذا ممكن يؤدي أنها لو هي قلبها حي هتبدأ ترجع له هذا على فرض أنه هي اللي قايمة بالسوء لكن لو كان الرجل اللي قايم بالسوء طيب من ضرب من شتم من أذية ليها تجي المرأة تطالب أنها تخلص من هذا السجن يحطها أمام خيارين يتفضل معلقة ترى والرجل ما يتضرر لمن التعليق هو ممكن يروح يتزوج ممكن يروح يسوي أي شيء تفضل المرأة هي المعلقة يعني أنه يتركها معلقة لا ينفق عليها لا يصرف عليها مع أنه طالما هي في ذمة لم يتطلق فهو مطالب أن ينفق عليها عندما يظن الرجل أنه هجر زوجته فهو يعتقد الآية تقول لنا والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع فهو يعتقد أنه يهجرها فيهجر البيت ويجعلها معلقة فتظل المرأة معلقة لا ينفق عليها لا يصرف عليها ويتركها هو لا أنت مطالب يا رجل أنك أنت تنفق عليها ولو موت سترثك المرأة هذه يعني طالما هي على ذمة على ذمة نعم سترثه وهو مطالب أن يؤدي حقوقها أنت قلت لي كانت المرأة سيئة يا أخي سيئة ما حد قالك أمسكها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تسريح بإحسان ليش تضرها ليش تضررها المرأة إذن لما فقد السكن المودة الرحمة وبدأ هو بده يعلقها حيقع وقلنا زي ما قلنا سابقا يقع الضحية فيها من الأطفال حتؤدي إلى كراهية هو الرجل حيتزوج ممكن حيتزوج حتتضرر المرأة نفسها ممكن يعني تؤدي أنها تنفث بعض الأحيان تعبها ومعاناتها في أطفالها ترى الأمر ما هو سهل الأمر خطير وبعض الأحيان يقول لك طب لا يمكن نصلح بينهم خليها تجلس معلقة خليها تجلس مدة سنة يا أخي ما في صلح يعني شوف أنا أحترم من جد ما أنادي للطلاق أبدا وحاشى لله أن ينادي الإنسان إلى انفصام عر الزوجية صحيح ولكن عندما تستحيل العشرة جعل الإسلام الطلاق هو الحل صح هل يعقل بالله أنها تقعد المرأة بيت أهلها سنة سنتين وهو على أمل إصلاحها على أمل أنها ترجع له خلاص فامساكم بمعروفنا أو تسريحهم بإحسان أنت لك الحق يا رجل أنك أنت تعيش حياتك أيضا يعني حتى لو تمسكت فيها بعضهم بيقولك لا أنا أبغاها وأنا أبغى حافظ على بيتي هتتوقع أنه بعد سنة هترجع تحافظ على بيتك فيها ما هتتحافظ فيها هتنهدم أمور كثيرة هتصير فيه فتور هتصير فيه زعل هتصير فيه بأي وجه بأي منطق وبأي أقل أنت أضريت بها يا رجل أنها ترجع لك بعدين هو انتقام ما جعل الله يعني سبحان الله العظيم لاحظ أن العلاقة الزوجية في سورة البقرة وبالذات في آيات الطلاق لو جينة أمناها دائما تجد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله دائما خواتم الآية تجد فيها واتقوا الله فيها تقوا الله طبعا أنا هنا أقرأ لك آية سلعة دال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هنا ذكر الله سبحانه وتعالى المعتدي على المرأة هو في الأصل يضم نفسه نعم كيف يكون هو شوف إيش الآية بعد عندك في سورة البقرة آيات الطلاق طيب وبعد كده وذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إيش يعني تعتدوا يتعدى عليها ظلم نفسه بالذنب الذي ارتكبه في حق المرأة موش ظلم نفسه اجتماعيا لا لأنه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم طبعا إحنا ما نقارن بداي الشرك بس ما نفهم إيش معنا الظلم فهو الظلم معناته ظلم نفسه ظلم نفسه بالشرك هنا بالتالي ظلم نفسه بالذنب اللي وقع عليه من المرأة طيب شوف حتى بالنسبة للتعليق للمطلقة إذا بلغت أجلها جاءت العدة حقتها تبت انتهي خلاص هذا إذا بلغت عدتها أو إذا كانت قبلها تعلق فيها حتى أولياء الأمور لا يجعلوا بناتهم معلقات بعض الأحيان الولد بده يرجع للمرأة والمرأة الزوج بده يرجع للزوج والزوجة حصل بينهم خلافة جميل ومثلا قلوا عقلهم الاثنين وراحت هذه البيتة وهنا ندموا يبغوا يرجعوا يسلحوا حياتهم يجي من؟ إما أبو البنت أبو الزوجة أو أب الزوجة جميل يتدخلوا ما ترجع له بعض يجي يقول له الأب والله ما أرجع لك بنتي تعرف هذه الآية نزلت برضا السبب نزولة وإذا طلقتم النساء فبلغنا عجلهن طيب فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا طراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر كان هناك صحابي وكانت له أخت وزوجها طلقها طيب وانتهت عدتها بعدما انتهت عدتها أراد أن يرجع إليها طبعا هيجعلها بعقد جديد هيجعلها بعقد جديد ومهر جديد فجال أخوها أساس أنه يطلبها يرجع فقام قال له أخوها والله لا أرجعها لك أعطيتك هي وأهديتك هي بدلا ما تكرمها تقوم تقعد تطلقها ما أرجع لك هي المرأة كانت راغبة أن ترجع إلى زوجها تريد أن ترجع إلى زوجها فذهبت واشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم إن هي تريد أن ترجع لزوجها وأخوها ما لها لأنه وليها صاير فنزلت الآيات أنه فلا تعضلهن لا تعضلهن يعني لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذن المعلقات هنا قد تكون إما بسبب الزوج علقت المرأة أو بسبب أبو الزوجة أنه يعلقها طيب ترجع لزوجها؟ لا لا ترجعي طيب نطلب الطلاق لأننا لا ندخل محاكم الزوج يريد أن يرجع إلى زوجته ولكن لا يرفض أبو الزوج فالمعلقات عندنا نوعين نوع بسبب الزوج إذا كان سوء أو شيء وبسبب الإجراءات الحكومية والإدارية أو القضائية قصدي أو بسبب أبو الزوج أنه يرفض أن يرجع الزوجة لزوجها تفضل المرأة معلقة لا هي مطلقة لا هي عند بيت زوجها مرتاحة ولا فين ولا هي قاعدة ممكن تتزوج أحد ثاني بسبب إيه؟ بسبب إما الانتقام من الزوج أو انتقام الزوج من المرأة في الأخير كله بيجي فيه انتقام جميل طيب أنا حسد أنك أطلع لفاصلنا للمرة التالية مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في عقد الياسمين انضم إلينا الآن المحامي والاستشاري القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لتوضيح كيفية التعامل مع المعلقات من ناحية القانون حياك الله دكتور إبراهيم سهنا بيكم ومشاهدينكم الله حيث الدكتور إبراهيم أنا أبغى أبدأ معاك بقصة المشاركة هي على النيت سارت من إحدى الفتيات بتقول إنها معلقة لها سبع سنوات وأنه ما ينفق عليها ولا هو مطلقها وأنها يعني هي بتقول إنه سمعت أحاديث كثير عن المرأة الناشز وكيف الراجل ممكن يطلق زوجته ممكن يضربها ممكن يعنفها لكن ما سمعت شيء في المقابل بالنسبة للرجل يعني وهي الرجل بتقول إنه الرجل ممكن بكلمة واحدة يطلق وينهي الحياة إنما هي إذا طلبت الطلاق يبدوا يغلطوها ويبدوا يعنفوها أهلها ويبدوا يعني يصفوها بأوصاف مش كويسة بتقول السؤال إنه إذا راحت المحكمة وتبقى تحول القضية مثلا إلى خلع لازم يطالبوها بالمهر طيب إذا ما عندها هي يجب السؤالها بيقول إذا ما عندها المهر إيش تسوي وإذا دفعت له المهر وما هو راضي يطلقها إيش الحال يكون وما أنت ما شاء الله توسع فيها كلها توسع فيها أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآله وصحبه وسلم أجمعين يعني شوف يعني في زمان تفضلت الأستاذ الاعتدال تكلمت عن موضوع الطلاق والتعليق والإشكاليات الاجتماعية وهذه حقيقة يعني حاجة مهمة يعني أسس نشوء المشاكل العلاقة الاجتماعية يجب أن تكون علاقة جيدة علاقة مبنية على الأسس التي وضعها لنا الإسلام وبناء عليه الشرع عندنا والقانون عندنا بني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني أرجع أقول دائما وأبدا أن بالذات في الوسط النسائي المعلقات هم النساء والوسط النسائي في حقيقة جهل كبير جدا بحقوقهم ليش؟ عندنا مجتمع نحن نقول مجتمع شرقي غير متعلم هذا الكلام يتداول رغم أنه نحن لو رجعنا عفوا لو رجعنا للسيرة النبوية في عهد رساله صلى الله عليه وسلم الصحابيات كنا يخرجنا للرساله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا حاجتهن واحتياجهن وطلباتهن ويطلب العلم والاستزادة من العلم بل كان هناك عالمات كثيرات ويعتبر في عهد الخلفاء كان كنا وزيرات نعم فلهذا يجب على النساء أنا نصيحة حقيقة أقولها من واقع الخبر نعم ويجب على النساء أن يسألن ويعني لا يسكتن يعني يبقوا مثلا الحاجة تجيهم أو طلبهم أو احتياجهم أو حقوقهم تأتي إليهم الحقوق يعني تأخذ ولا تعطى نعم نعم أي الحقوق تأخذ ولا تعطى والذي يريد حقا هو الذي يبحث خلفهم نعم ولهذا يعني مثلا زي هذه المرأة نشرت قضيتها ولو طالبت حتاتي لها حقوق الإسلام تنظمن لها الإسلام والقانون عندنا المبني على الإسلام ضمن لها حقوقها كاملة لا يجب على الرجل أن يعني 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 إضرار كبير بها وبالتالي يتحمل الإضرار هذا هو الرجل الذي يتحمله بل الآن ننزل الله خير خادم الحرمين التعديلات الأخيرة للنظام المرافعات الشرعية وتخصيص المحاكم اللي وجعل محكمة خاصة بالأحوال الشخصية يعني هذه خطوة رائعة حقيقة بإضافة إلى أن السعودية وقعت على الاتفاقية التي هي قانون الموحد للأحوال الشخصية الاسترشادي طبعا قنن عملية الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية في مسائل الزواج والتركة والميراث وكذا الأمور هذه كلها هذه خطوات يجب أن يطلع عليها الناس يعني خطوات مهمة هناك لكم حقوق من يخترق هذه الحقوق هناك إجراءات وقد هناك عقوبات أيضا التعليق هذا يمكننا قول فترة كثير من الناس يعتقدون أنه ليس هناك عقوبة بل هناك عقوبات وإجراءات في المحاكم الآن يعني لو بس علمنا كيف يعني يجب أن يكون هناك دليل الإنسان الذي لا يعرف الطريق يسأل أين الدليل يدلني أنا كنت دكتورة بوصل لك على السؤال لكن بس يريد أني يجاوب على الأخت هذه بس إذا ما عندها مهرة إيش ممكن تعمل يعني نحن خلينا قبل مهرها هندخل هذه المهرة نقول خليه مرحلة أخيرة أنا فضل نفضل السؤال نتكلم عن مسألة العلاقة بين الزوج والزوجة وافتراقهم وتوقف الأمر ليس هناك نكاح علاقة زوجية غير موجودة ولا طلاق موجود طيب الآن خلال هذه المرحلة يجب أن تلجأ المرأة أول شيء إلى القضاء يعني إذن الآن هنأخذ الخطوات التي تقوم بها المرأة كيف تعرف حقوقي كيف تحصل على حقك نعم يجب أن تلجأ ابتداء المرأة أنا فضل عموا في حل المشاكل إذا لم تستطع المرأة الحل تلجأ مباشرة لا تماطل لأن المماطلة هناك يعني سنين تحت عدي شهور ثم سنين هي اللي بتضيع حقها تضيع حقها نعم وكان حقيقة في السابق الآن تسرعت الأمور كان في السابق المحاكم حقيقة تؤخر النساء وهذا للأسف الشديد يعني لا يرضي الله ولا يرضي الله صلى الله عليه وسلم نعم كيف الإضرار اللي حصل يجب أن تلجأ خلالنا نبدع كيف الطرق يجب أن تلجأ المرأة إلى القضاء نعم مباشرة ثم القضاء القضاء سيتخذ سيتخذ إجراء وهو محاولة الصلح إذا لم تكن الصلح عاجلا يعني إجراء عاجل ليس كالسابق سابقا كنت كان يكون شهرين ثلاثة شهور لا طيب شهرين كان بل تجلس يعني شهور طويلة جريب ويحاول الإصلاح إذا لم يكن إذا وجد القاضي أن هناك يعني ليس هناك باب للصلح يجب أن يحكم وأن يبت في القضية الله عسي ليش يعلقها تلجأ ليش لماذا يعلق هل هناك في إشكالية ممكن حلها تحل ليس هناك ما في حل إذن يجب على القاضي أن يبت في القضية يجب وجوبا وجوبا من ناحية القانونية نتكلم كقانون وشرعا القانونية من الشرعية من الباب الأولى لأنه ما في ضرر طيب أنا دكتور أنا أسألك سؤال في وسط الكلام أنه كيف القضاء يقدر يصنف أنه هذه قضية معلقة هذه قضية تعليق لا يعني هي تذكر المرأة في الدعوة أنه زوجي مثلا هجرني من كذا وطالبته بالطلاق ولم يطلقني وطالبته بالرجوع إلى يعني أكون زوجة يعني لي حقوق الزوجية ولم يعطيني حقوق الزوجية من الماسكان والماء كان والمشرب والمعاشرة الزوجية قطعا هذا كله هذا لا يجوز هذا من الظلم الحقيقة يعني الظلم الله عز وجل حرم الظلم فهذه تذكر هذه الأشياء إذن هنا نحن نسميها معلقة إذن مضرورة من العلاقة هذه طيب نقول أن القاضي إبراز هذه النقطة مسألة مهمة طبعا ينبني على الفترة التعليق هذه حقوق نعم ما هي نعم الحقوق هذه يكلف الزوج طبعا كامل فترة التعليق هذه هو يتحملها يتحمل نفقة المرأة هذه كامل نفقتها والآن يعني حتى النظام الجديد في نظام التنفيذ الجديد إذا حكم على الزوج في مسائل الزوجية ينفذ وإذا ما نفذ يسجن أول ما كان يسجن أيو نظام التنفيذ الجديد لا يسجن قد تصل العقوبة إلى ثلاثة شهور عدة أشهر سجن ثلاثة أشهر سجن تخيل فأول كان يماطل لا أمتنع ما آجي ما أنفذ لا الآن تنفذ وإذا ما نفذ قاضي التنفيذ على طول يصدر قرارك بسجنه شهر شهرين ثلاثة أشهر هناك صار إلزام تغير الحال أحسن من الأول لكن نحن يجب أن نثقف النساء أن لكنا حقوق وحقوق كنا محفوظة بس يجب أن تطالبوا بيها تلتأل القضاء بالطرق الصحيحة نعم 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 طيب دكتور إنهي بس ألك الفرق بين قضايا التعليق وقضايا الهجر نعم هل في فرق بينهم؟ والله شوف هي المعلقة مهجورة أيوه هي المرأة المعلقة مرأة مهجورة من ذكرنا مع الأستاذ الاعتذار أنه الهجر اللي محقوقه يعني الهجر في المضاجع تقصده؟ أيوه يعني صورة يعني هذه التعليق المعلقة إذن الحرمت من كامل حقوقها سواء الهجر في المضجع أو في غير المضجع طيب في النفقة والملبس طيب دكتور كيف يتم إثبات ضرر المعلقة عند اتجاه القضاء شوف الضرر في ضرر قد يكون ظاهر بين أي نعم هذا الظاهر البين الذي يستطيع المرأة تستطيع أن تأتي بشهودها أنه والله الشخص هذا الزوج هذا لم يأتيها منذ فترة وأضر بها بعدم إتيانا إياها طبعا عندنا في الشرع كما قرر رفقها الأربع عشر وعشر أيام لا يجوز للرجل أن يعني يعني يترك مرأته أكثر من هذه المدة بالتالي تثبت أن هذا الشخص لا يأتيها تلك الفترة أو أن هذا الشخص لا يصرف عليها وكل ذلك يعني أهدي الأمور البينة الواضحة لكن هناك أشياء لا تستطيع المرأة بيعناها زي مثلا الهجرها في المطجع وهذه من الأشياء الصعبة يعني الأثنين على سرية الزوجية مغلقة لا يراهم إلا الله عز وجل فبالتالي يعني الهجر هذا إشكالية كبيرة لا تستطيع المرأة يعني إثباته لكن أنا أقول يعني إذا أثبتت عدم جيته للبيت إذا معناته هو هجرها في هذا قد يكون يعني قد يكون في نفس البيت لكن مثلا الرجل عنده عمارة نعم ما خليها في شبقة ما أحد يعرف أنه الله بيطلع له أو ما بيطلع له أو مغلق عليهم مثلا هو عنده زوجة ثانية ومسيب هذه المسكينة الغلبانة طول طول وقته عنده مثلا جديدة يعني وتاركة ديكة ما أحد يعرف الناس شايفينه داخل بيت وخارجهم بيت وجايب مقاضي وجايب أغراض وهي ما بتأخذ حاجة ومظه هنا فيه إشكالية كبيرة للإثبات يعني مسائل الإثبات هذه يعني صعبة كثير بالذات في المسائل الزوجية لأنها يعني أشياء شخصية داخل شخصية نعم شخصية شخصية يعني عندنا هناك طلاق وهناك خلق طيب الطلاق يعني هو يكون بيد الرجل فهو في الغالب اللي بده يهجر زوج ثم ما بيطلقها فيقوم يلجئها إلى الخلق فلما تروح تخالعه في المحكمة وتطلب الخلق هنا بيسر يسير المماطلة بعض الأحيان من القضاء إنهم يأخروا لها قضايا الخلق هي متضررة قد يكون يعني أنا بنيتكلم عن مثلاً إنه فقط هاجرة في المطجة قد يكون لسوء سلوك لأخلاقياته السيئة لهذه هنا ليش بتتأخر قضايا الخلع لا هو شوفي اللي بتأخر مش قضايا الخلع قضايا الطلاق قد يكون الخلع أبسط من الطلاق كيف لأن الطلاق يجب أن يكون هناك يعني أن يكون الضرر ثابت من العلاقة الزوجية أيوة أن يكون هناك ثبوت على أن الشخص ما يعطيها حقوقها الزوجية تمام حرمها من حقوقها الزوجية وثابتها للأمر أو قد يكون قد يكون هو بسبب فيه مثلاً نقص في دينه أو في أخلاقه فعشان كده يكون الطلاق يجب أن يتحر القاضي هذه الأمور فيكون إصدار يعني قراره وحكمه في مسألة الطلاق صعب جداً لكن مسألة الخلع ترى عشان بس يعرف النساء أنه أبسط كثير أنه المرأة تأتي فقط تذكر أنها لا تطيق العيش كرهة هذا الزوج يكفي خلاصة الإسلام إذن بس هنا الخلع لازم تعطي له عوض أيوة بس مجرد شوفي أنها خلاص لا تريد هذا الشخص انتهى الموضوع المرأة ما هي محتاجة أن تقول أشياء تانية ما هي محتاجة تذكر أي نوع من أنواع الأضرار التانية بس مجرد تقول أنا أريد مثلاً فسخ عقدي بعوض لأنني كرهته انتهى الموضوع لأنه حديث الله صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته طب هذا إنه تقدر ترد المحر طب وإنه ما تقدر زي الحكاية زي قصة وهذه يعني شوف إشكالية بعضاً بدأت في بعض المجتمعات المهور عالية جداً 300 ألف 500 ألف هذي كيف حتردها وكيف حتردها هذه إشكالية والله هي كبيرة يعني أنا أحزاً على كثير من النساء يعني وحتى كمان يعني الرجال يجب يتقل الله عز وجل في النساء مثلاً يكون عاش معها عشر أو عشرين سنة أحياناً أنا عندي قضية رجل عاش مع زوجته ما تتخيل لي 26 سنة يا الله أعطي وفي الآخر يعني استحولته كثير عشان عيالها طول هذه الفترة لكن بعد ما تزوجوا عيالها وكل حاجة أتطمنت عليها وراحت قالت له طلقني ما أطلق رفعت عليها قضية تخل يعني حتى كانت وهي بتخالعه قالت لي أنا يعني أرجع له المهر دحين بعد 26 سنة استحملته وغمه وقرفه كله بعد 26 ورجع له طيب هذه من العدالة قلت له شوفي إما تريد الطلاق وهذا لك أن تثبت الضرر والقضاء بدون عوض ما يأخذ ولا حاجة أو أنك تريد فسخ العقد هذا فسخ العقد اللي بينك وبينه تمام وتردي عليه وهذا هو الشارع أي يعني قالت خلاص أنا ما أبغى الهم والغم فإذا أترك أفضل وأرد عليه أرد له هذا شارع الله عز وجل نعم مدام أنت اللي بقدرت وتريد الفسخ يجب أن تردي يعني تهر فيه دكتور بعض دقيقة يا وعي أنا أفتكر أن كنت بأدرس مادة أحوال شخصية عندنا في الكلية فكان من ضمنها كان يعني نسوينا ورشة عمل أنه إيش الإجراءات اللي بتيجي في المحكمة نعم فكان بيقول زال الله خير اللي جاء عمي لنا الورشة أنه إذا كان مثلا المرأة تريد الطلاق فتتقدم بطلب للقاضي إذا تم الطلاق كده وديا فخلاص انتهينا من نوع المحكمة إذا لا هنا تعرض القضية على القاضي هو اللي يحكم هذا يمكن اللي بتطول هو اللي يحكم إما فسخ عقد النكاح بعوض اللي هو يسير خلع أو بدون عوض وهو أن يجبر الزوج على الطلاق هل هذا فعلا الآن بتسير القضايا أسرع كده إذا أثبتت الضرر إذا أثبتت أنه هو يعني إنسان مدمين إنسان سيء العشرة ضربها راح تصورت الصور الضرب واشتكت للشرطة فهنا القاضي يعتقد أنه يجبروا على الطلاق بدون عوض نعم يعني هذا النساء حتى لو ناطق بيها القاضي يقول يعني حكمت بفسق نكاح فلانا كده كده بالعوض نعم نعم هذا يحدث وأنا أقول لك يعني أنا أنا حقيقة جزاهم الله خير وزارة العدل يعني لأنه نمدحنا الآن نفاق لكن في تطوير للقضاء قضاء صاروا سريعين أكثر من أول الآن إذا ثبت الضرر أطول يحكم بالله وهذا الأمر إذا نقوله للنساء اللي بيقع عليها ضرر من زوجها لا تطالب بالخلق لأنها هي خسرانة أم بهدلة وهذا خصوصا إذا تم ضربها واستطاعت أن تثبت وتصور أثار الضرب أو كان مدمن كان فيه شيء سيء كان يعامل بسوء خلق سلوك خلق سلوك وأستطاعت أن تثبت هذا فتذهب إلى المحكمة لا تطالب بالخلق وهنا دي بيقول أهم ونحن بعد ذلك سنذهب لفاصل طيب نرجع أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين في عقد الياسمين ننوه بأنه بإمكانكم الاتصال على الرقام الظاهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكة أو خارجها كما يمكنكم طرح سئراتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج في تويتر أو على صفحة الفيسبوك للبرنامج نكمل حوارنا للمعلقات مع الاستشارة القانوني والمحامي الدكتور إبراهيم الأباد والست أعتداء لقد نرى دكتور في بعض الأثار المتعلقة أو المؤثرة على المرأة المعلقة وفي بعض النساء يحبوا أن يكونوا معلقات أفضل من منطلقات أيحنا أول سألت لست أعتداء لإدريس أن هناك آباء يبقوا أن بناتهم يكونوا معلقات أفضل لكن هنا في بعض النساء يبقوا أن يكونوا معلقات أفضل من مطلقات ما هو الأسباب؟ طيب بしょう Regarding الشقة الأول من السؤال هو الآثار الآثار على المعلقات والله أشوف من الناحية يمكن الاجتماعية تكلمت عنها وأحب بس أنوه يعني أنه هذا التعليق يؤثر على المرأة كثيرا في سلوكها يعني الآن المرأة إذا كانت معلقة هاجرها زوجها يعني المرأة لها حقوق سواء حقوق السكنة حقوق الصرف عليها الماكلة المشرب الكسوة الحقوق الفطرية اللي فطر الله عز وجل الإنسان عليها هي إنسانة يعني المرأة هذه إذا تركت وحرمت من كل شيء في الآخر هي إنسانة قد تعتري هذه الإنسانة لحظات ضعف هذه لحظات الضعف قد تجعلها إنسانة منحرفة فبالتالي قد ننتج يعني نهيئ لجريمة في المجتمع برضانة بهذا التعليق لأننا للأسف المجتمع الشرقي عندنا يعني يجعل المرأة يعني يتهاوم في هذه المسألة يقول لك لا خليها كده وإنها هي على أساس إنها في عصمة راجل ولا إنها يقول لا بالعكس الآن يعني كده بنهيئها لجريمة ونهيئ للإنتهازيين للدخول عليها الآن هي في لحظات الضعف هذا لإنتهازها من جميع النواحي المادية أو النواحي الجسدية أنا حقيقة أنا بس أحب عندي قصة وهذه حادثة أو مو حادثة قضية عندي نعم عندي وهي قضية يعني الامرأة يعني كانت ثرية جدا نعم فتزوجت الرجل نعم وهذه يعني ما حلت قضيتها إلا من حوالي كم أسبوع كده انتهت وهي من سنين يا الله هذه المرأة تزوجت هذا الرجل وهو ما يعني ما عنده فلوس كثيرة فوثقت فيه وعملت الوكالة عامة للأسف الشديد وكانت عندها ملايين فكان عندها عماير يعني في مواقع استراتيجية وتدر مبالغ جيدة فإيش سأل الرجل هذا بعد ما أخذ حاجته منها راح سحب الأموال بالهللة يا الله يعني مثلا المبلغ 5.367.052.23 بالهللة سحبها لحساباته وهذا عشان الله عزيزيليك شوفوا يعني أنه وقع في غباوه بالهللة سحب ما أبقى لها ولا ريال راح عمايرها وباعها والمرأة هذه يعني كان أقنعها قبلها أنه تترك عملها كي كانت تدرس في الجامعة فتركت الجامعة لأنها إيش؟ محتاجة أصبح متزوجة على ذمة الغذر والآن محتاجة ما تستطيع صرف التقاعد حق أبوها ما تستطيع مثلا تروح يعني تشتغل للأسف حتى مرضو هذه النقطة مهمة لازم إذن الزوج إذن الزوج ليش؟ طبعا يعني الآن ما في راتب تقاعدي لا أستطيع العمل لا أستطيع استخراج أي وثائق ما أقدر أروح ما أقدر آجي يعني شوف كيف كأنها انحبست حقيقة يعني كأنها جعلت في سجن ما قدمت دعوة يا دكتور في الله والله لجأت شوفي كيف بعد ما استنفذت كل الطرق جات وقدمت عن طريق الدعو من الأسف هذا الرجل بعد كم سنة؟ لا هي جلست تقريبا سنة ونص وبعد جات قدم شوفي تخيل وهذا المفروض وهذا خطأ من النساء مفروض مباشرة تلجأ وخليني ما سأقول لك جلست عندي كم جلست عندي سنتين ليش سنتين؟ ليش؟ أول شيء لأن الرجل وهذه وهذه الإشكالية الخطأ مو الخطأ اللي هو يعني سبب الإشكالية هذه طرفين أيوه؟ طرف الأول الزوج والطرف الثانية كانت المحكمة حقيقة نعم على النظام السابق الزوج ما كان يحضر يعجل الجلسة ما كان يحضر الجلسة فتتأجل الجلسة فتتأجل الجلسة طيب ما يتم استدعاءه يا دكتور عان أي طريق آخر ويجي مثلا وكيل والوكيل يقول أروح استنى خلينا أخذ يعني جوابا على ذلك أروح أرجع للشخص وأجب لكم جوابه وما يحضر الجلسة اللي بعدها ثمان بعد ذلك وكانت الموعيد كل خمسة ستة أشهر موعد تخيلوا كل خمسة ستة أشهر موعد فبالتالي جلسنا حضر الجلاب وما يحضر والقاضي يعني مشغول بأشياء كثيرة القاضي يعني بالذات في هذه المسألة ما كان حريص ما كان حريص كثير لكن يعني رغم أني كنت أبرز له أن هذه القضية الآن نحن على يعني على شفا كارثة امرأة ليس لها مال دخل إطواقا وكانت من الأغنياء وليس لها أحد أمها وابوها ميتين أخوانها ما هم في نفس البلد أي فشوفوا والله مأساة المرأة هذه يعني شابة كانت ما هي كبيرة في السن تقول أنه مثلا يعني يعني شابة شابة لها يعني تعرف لها رغبة يعني لها شابة يعني لو نزلت مثلا وحبت تقول لأي أحد الديني حيعطيها فبالتالي في مجال في مجال في باب للانحراف في مجال للانحراف فالمرأة هذه كانت نموذج للكارثة كارثة المعلقات أخذت أموالها تركت بلا طلاق ما استطعت تطرق الأبواب عشان تقول لهم يا جماعة أنا الآن مهجورة أبغى راتب أبغى حاجة فلوسي المحاكم تقول انتظر نقضي طيب عشان أخذ الأموال هذه الرجل لكن يعني مع تفعيل النظام القضايا الجديد حقيقة استفدنا سار في سار في أي مثلا قانون يلزم أنه إذا ما حضر يتم يحكم عليه بيابي وحكم عليه بيابي أنا حقيقة أقول زالله خير القاضي الذي حكم يعني عملنا عدة إجراءات اللي هو الإعلان في الصحف أيو عن أنه والله في موعد الجلسة الفلانية وفلان ما حضر وعليه مراجعة المحكمة مرة الثانية كمان ما حضر خلاص حكم القاضي بفسق النكاح غيابيا أيو شوف كيف الإجراءة تسرع بدل القاضي الأول يعني يعني والله أقول لك يعني يعني أنه نموذج للمأساة مرأة أخذت أموالها وعلقت هذه المرأة وليس لها باب تدخل منه كل ما تروح التقاعد ما فيه تبقى تروح تستخرج وثائق ما فيه يعني كانت مأساة وأنا هذه يعني أسأل الله عز وجل أن يعين هذه المرأة وأن يعني 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 أسأل الله عز وجل للقضاء أن يهديهم الله عز وجل ما يظلم المرأة ما يطلق أيوة لأنه لا ينظر للمرأة كثير من نحن الأسأة وزينا قلت لكم المجتمع الشرقي ينظر للمرأة أنها لا يجب أن تحافظ على بيتها طب تحافظ على بيتها إذا كان البيت هذا غير مهيئ للحياة ليش ليش ألجئها إلى ذلك كثير من النساء يرجعنا للانتحار عارفين الكلام هذا طب هو نفس السؤال اللي كان بديو يسأله واحد كثير من النساء تفضل أن تكون معلقة على أن تكون مطلقة لماذا هذا النساء أنا أقول لك في كثير من النساء مو كثير في نساء يعني ينتحرنا خلاص يعني يشوفوا أن الحياة كلها تسدت في وشها أو ينحرفنا ينحرفنا نعم ينحرفنا أو مثلا ينتحر لكن في كمان نساء زي ما تفضلت اللي هو يفضلنا أن تكون معلقة ليش تكون معلقة أنا أقول لك على حاجة في أسباب كثيرة أول شيء النحة الاجتماعية أنها تكون باسم أنها مرأة متزوجة ولا تكون أنها مطلقة مسير ما توقف طمع الطامعين بيها والله يشوف مو طمع الطامعين يعني مثلا من النحة الاجتماعية والله مرأة متزوجة تعرف عندنا عيب يعني أنها عيب في كثير من المجتمعات يقول لك ليش مرأة مطلقة طيب ليش مطلقة وبعضه ممكن أنها طمع الطامعين هذه اثنين وثلاثة والله ممكن المرأة تكون هي مش كويسة صراحة خلي برضو هذه لها نسبة نسبة مثلا لو قلنا خمسة في البيت تكون مش كويسة تبقى تمشي بكيفة هذا ممكن ولا مش ممكن ممكن فلهذا يعني يعني التعليق أنا خافها على أولادها أنه يأخذهم منها لو قل وهذا كثير وهذه أكبر أكبر نسبة ترى دكتور أنها تقول لك لا تزوج ولا شيء بعد الهم لو شفتم عدار الرجال ما أبغى تزوج أي رجال صحيح قلت لقيت تقعد مع أولادها عشان تربيهم وهذاك أعيش في حياتهم وبالفعل يعني ذكرت الحاجة هذه وأنا يعني أعلم كثير من النساء يعني يفضلن أنه يعني ما يطلبوا الطلاق ولا يطلبوا حاجة ويسوموا على الأقاد وهجرها زوجها ويكون تزوجوا واحدة تانية وراحة أخذت وكل حاجة بس تقول عشان بس أربي عيالي ويكبروا قدام عيني أحسن ما أني أطلق وأروح ويتشتت الأولاد ما بين أب وأم أي وإي وفايتلس بالطريقة هذه والله بالفعل يعني أنا أعرف مرأة جلسة عشر سنوات تقريبا على هذا الحال من أجل عيالها طيب بالنسبة للبنت أو المرأة المعلقة مع أسرتها في بيتها في بيت أبوها بيت أهلها إيش كيف ممكن يتعاملوا معها أهلها كيف ممكن يتعاملوا معها والله أشوف أنا أقول لك يعني مثلا أنا أتكلم لك من ناحية القانونية ناحية القانونية يجب على الأسرة نفسها أن تعين هذه المرأة لأخذ حقها نعم يكفل لها الشرع والقانون حقوقها كاملة حقوق مادية وحقوقها حتى في ناحية عقد النكاح وعقد يعتمد على ثقافة الأسرة إذا كانت الأسرة عندها وعي فتقف مع ابنتها لأخذ حقها صحيح إذا كانت الأسرة عندها جهل أو يتمسك بعادات وتقاليد ما أنذر الله بها من سلطان فهم يعني الطرف في ظلم المرأة يعني مكفزوجها هم حتى كمان يظلموها تعرفي في مجتمعات لما يذكروا أنا يقول أعزكم الله أعوذ بالله صحيح يعني هذه المرأة هي أم أختي وهي تاج راسي حقيقة يعني زوجتي يعني هي أم عيالي أقول أقوم أهينها بهذه الكلمة فلهذا هذا نموذج من التعامل مع المرأة فلهذا المرأة لما تيجي تعرض عليها مشكلية يخطئوا هذه المرأة نعم ولا يقفوا معها وبالعكس ما يقفوا مع الرجل إذن هنا نحن نقول هذا المجتمع الذكوري الذي ينظر فقط للرجل وينظر للمرأة وهذا حرام نعم أقول شيء دكتور إضافة يعني بسيطة نحن ما تكلمنا عن أنت قلت أربع أشهر هذا يعني حتى في القرآن الإسلام عندما هو واحد بيهجر بسنة و سنتين أو بيعلقها ترى يعني الإسلام في عندنا حكم اللي هو حكم الإيلاء وفي الآية للذين يؤلون من نساء انتربص أربعة أشهر فإن فاؤه فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميعا عليه فللقادي الحق بأن يطلق المرأة من الرجل إذا آل الرجل على زوجتي ألا يقربها إذا زادت عن أربعة شهور يجب عليه أن يطلقها فما بالك بالتعليق لهذا بكل سبب جهل المرأة بحقوقها هي بتجهل حقها هي بتظلم نفسها ولهذا يجب أن أقول دور الإعلام مهم نعم دور الإعلام يعني الآن كثير من الناس الإعلام مواصل كل البيوت نعم وأقوى من الجهة التعليمية مع أنه التعليم يعني أساس التثقيف نعم لا نقول الأسرة الأسرة قد تكون أسرة جاهلة لكن التعليم هو منبرا للعلم العلم في كل حاجة ليس ألف بها فقط الحقوق يعني نشوف أنت كثير من الدول المتقدمة يعني يعني يدرسوا أبناءهم من البداية أنتبه لشارة حمراء معناته لا تعدي إذن هنا تعدي خطأ قانون إذن أنت انتهكت القانون طيب إنت لك حق في لما تصير خضرة حقك يجب على السيارة أن تقف هذا ألف بال قانون الأشياء المصيبة نعم نحن نحتاج تثقيق قانون نعم تثقيق قانوني حقوقنا القانونية في كل أمر هو بس في هذه الأمور كل الأمور نعم ولهذا يعني يجب على التعليم يعني أنا يعني أول شيء الأمير خالد الفيصل الآن مسك التعليم وأنا حقيقة في البداية نقول عانك الله سمو الأمير ونسأل الله عز وجل أنه يوفقك لأنك تعمل منهج يعني ينور الناس نعم منهج منهج تنويري تنويري تثقيفي قانوني تعليمي يعني يغير لنا يطور لنا نحن نريد الآن نشوف نحن المخرجات التعليمية كيف سيئة ليست يعني مو سيئة مرح لأن الله يزعلوا علينا التعليم يعني بنسبة معينا لكن نستفشر إن شاء الله نقول خير لعل الله عز وجل يفتح آمين هذا موضوع آخر لك أنا بس لك دكتور عشان ننعي تفخيصية أنا بس لك دكتور في حل شروع الشخص المعلق أمام القاضي أي بعد هروب ومماطلة طويلة نعم كيف يتم التعامل معه من القاضي هو شوف الآن زي ما قلت لك الساعة التسريع يعني ما في عقوبة معينة أنه مثلا من فترة ما غاب غاب أو كذا لكن فيه اللي هو الحكمة خلاص مجرد أنه ما حضر يعلن عنه في الوسائل الإمكان الإعلامية مثلا الجرائد أيوة مثلا هو معروف في البلد الفلاني مثلا في جدة إيش أشهر جرائد في جدة حطوا فيها إعلام يعني مثلا دحنا في الجرائد المعروفة في جدة أو في المرات حسنا نعم ينحط في الجريدة ينحط في موعد جلسة الفلانية كذا سبحان الله أي نعم ويعلن ما حضر خلاص يحكم على القاضي غيابي حكم غيابي خلاص الأحكام الآن سريعة والآن وفيه حاجة مهمة جدا والتي هي فيه نظام اللي هو نظام العنوان الوطني إيش هو يعني يجب الآن لكل شخص يجب أن يفعل طبعا هذا النظام نعم أنه مدام أنت عندك بطاقة أحوال إذن عندك عنوان العنوان هذا مسؤوليتك أنت أي جميع المراسلات الرسمية يجب أن تأتي على هذا على هذا العنوان على هذا العنوان يجب أن يفعل هذا إلى الآن حقيقة ما شفت لي تفعيل أنا إلى الآن من فترة ما ستقالوا اللي هو العنوان الوطني للمؤسسات والشركات لكن حتى يجب أن يكون للأفراد كثير من الدول مطبقة هذا النظام نعم يجير لحد عنده نعم خلاص مدام أنت أخذت البطاقة هذه وفي عنوان هذا العنوان أنت ملزم به وأي مراسل عليه والله تقول ما استلمت ما ينفعك كلام هذا أي أنت ملزم به خلاص وتعاقب إذا كان إذا كان مثلا غيرت ما وما أعلمت الجهة المختصة به هناك الغرامات هل تعتقد يا دكتور أن العقوبات الآن أقل من 30 ثاني طيب هل تعتقد أن العقوبات الآن مطبقة كافية لردع الرجال عن القيام بالهجر أو القيام بالتعليق طيب ليش الرجال كده قلت الرجال دكتور نحن خلاص والله شوفي ليس هناك ما نقول العقوبات القوانين الجديدة نعم قول القوانين نعم تحث طبعا هناك إجراءات صار ما خلاص إذا كان ما حضر ما في مجل التلاعب ما طبق هناك عقوبات عليه على طول أي واع فمجل التلاعب الآن يعني حد منه كثيرا طيب الله أعطيكم العافية شكرا لك الدكتور الله أعطيك العافية على قبول الدعوة وشكرا لك السلام تداري دريس مشاهدين الكرام قال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذه هي الرجولة إلى هنا عزينا المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج عقد الياسمين هذا أخوكم ومحبكم وائل باداؤود يقول لكم دمتم بود وسلام والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر